الوزراء المكلف إلى المنصة لعرض المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية بعد تمرير الكاظمي في ملس النواب وما رافق ذلك من صراع وتحاسس على المناصر تطفو خلافات جديدة على السطح بشأن توزيع الهيئات المستقلة على غير تقاسم الوزارات بين قوى العملية السياسية تقاسم قد يكون أشد ضراوة من تقاسم الوزارات نفسها ووفقا لمصادر سياسية في بغداد فإن بعض هذه الهيئات تفوق في مهامها ومخصصاتها المالية بعض الوزارات الحكومية ويسيطر على أغلبها الرؤساء يرتبطون بحزب الدعوة بزعامة المالكي حيث تجد قوى سياسيان تشكيل تلك الهيئات في حكومتي المالكي الأولى والثانية جعلها تحت تصرف وسيطرت ما بات يعرب بالدولة العميقة ورغم المحاولات العديدة لفتح ملف الهيئات إلا أنه السرعان ما كان يغلق لأسباب سياسية يبلغ عدد الهيئات المستقلة في العراق أكثر من 25 هيئة أبرزها البنك المركزي ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وهيئتا الاستثمار والنزاهة وديوان الرقابة المالية وهيئة ميليشيا الحشدة التي استحدثت بعد العام 2014 حيث تدار أغلب هذه الهيئات بالوكالة منذ عدة سنوات إلا أنها سجلت في العامين الأخيرين ملفات فساد خطيرة مرتبطة بها لسيما أن أغلب الهيئات تحتكرها جهات سياسية بعينها فيما باتت أخرى لا تشكل مصدرا للتربح وهو ما طرح إمكانية الحاقها بوزارات أخرى ذات اختصاص مشابه للتقليل من الإنفاق المالي وذلك بعد أن تحولت بعض الهيئات إلى مجرد واجهات حزبية أكثر من كونها عدد من البرلمانيين رجحوا أن يفتح الكاظم ملفات تخص عردا من الهيئات المستقلة لم تفتح إبان حكومتي العباد وعبد المهد السابقتين لكنها خطوة من شأنها فتح الباب أمام خلافات سياسية جديدة بشأن توزيع الهيئات بين الأحزاب نظرا لأهمية هذا الملف وسط ترجيحات بتقاسم الهيئات وفقا لثقة لكل كتلة برلمانيا هيئات ما زال أغلب القائمين عليها موالين للمالك ما يجعل من خطوة فتح ملفات الهيئات التي ينخر الفساد معظمها أمرا لا مفر منه بالنسبة للكاظمي إلا أن ذلك سيكون مرهونا بتوافق سياسي قد لا يتحقق قريبا ترجمة نانسي قنقر